بسم الله الرحمن الرحيم وعلى عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم أحبتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم مصاب إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام الحزينة الأيام الأليمة أيام استشهاده صلوات الله وسلامه عليه وفي هذه الحلقات سنجيب على جملة من الأسئلة التي تطرح على الثورة الحسينية وقضية كربلا والطف إن شاء الله نجيب عليها تباعا بإذنه تعالى بدءا من خروج الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه طبعا السؤال الأول ليطرح أنه لماذا خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني خرج في هذه الفترة ولم يخرج بعد استشهاد الإمام الحسن ولم ينهض في زمن معاوية للإجابة على هذا السؤال للإجابة على هذا السؤال نقول أن هناك معاهدة بين الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وبين معاوية عليه العائن الله وهذه المعاهدة تنص أو من بنود هذه المعاهدة أولا أنه بعد أن يذهب معاوية إلى جهنم يكون الأمر للإمام الحسن وإذا كان قد قتل أو توفي فيكون الأمر للإمام الحسين سلام الله عليه لذلك استشهد الإمام الحسن بأبي وأمي وهذا طبعا أحد أسباب قتله هو حتى يزيح معاوية اللعين هذه العقبة من أمامه لكي ينفذ مخططاته الدنيئة وتنصيب ولده يزيد عليه العائن الله فكان الإمام الحسن هو العقبة أمامه فيريد أن يزيح هذه العقبة حتى يعمل بالمؤامرات الخبيثة والدنيئة فالإمام الحسين بأبي وأمي أكون عنده معاهدة ومن صفات المؤمن أنه الحفاظ على العهد من المؤمنين الرجال والصدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكيف بسيد المؤمنين كيف بسيد الشهداء كيف لا يحافظ على هذا العهد إذن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان ينتظر ما سيقول إليه الأمر ربما يقول شخص أنه معاوية لم يكن ظلمه أقل من يزيد بل هو مؤسس الظلم معاوية اللعين لذلك الإمام لم يثر في زمن معاوية لأن هناك معاهدة بين الإمام الحسن وبين معاوية اللعين فالإمام أبو عبد الله بأبي وأمي أراد أن يحافظ على هذه المعاهدة أو بنود المعاهدة اللي واحدة من بنودها أنه بنود كثيرة لكن واحدة من بنودها أنه يكون الأمر من بعد معاوية إلى الإمام الحسن ومن بعده إلى أبي عبد الله الحسين فالإمام الحسين انتظر بعد معاوية ماذا سيقول إليه الأمر انتظر عشر سنين من سنة خمسين للهجرة إلى سنة ستين ومات معاوية إلى جهنم وبئس المصير فحينما ولا يزيدا من بعده وطلبوا البيعة من الإمام الحسين هنا الإمام لم يبايع وأيضا سنجيب على السؤال لماذا لم يبايع الإمام بأبي وأمي وإن شاء الله الحديث بقية وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهَا الطَّيِّبِينَ الطَّهِرِينَ موسيقى